تقديم الدعم والتخفيف من تداعيات أثار الزلزال وبدعم من صاحب المعالية قائد العام لقوة دفاع البحرين وبمتابعة مستمرة ومباشرة من قبل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي هذا وتمكن فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين أثناء عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفيتنامي من العثور وانتشال تسع جثث من تحت الأنقاذ جراء الزلزال ويعمل فريق البحث والإنقاذ سواعد الغيث بقدر كبير من الاحترافية والمسؤولية العالية في تلبية الاحتياجات الإغاثية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والوقوف إلى جانب المتضررين من الأشقاء في منطقة هتاي التركية وذلك ضمن استراتيجيات إغاثية موحدة على مدار الساعة تهدف إلى التخفيف من أثار الزلزال التي خلفت تبعاته كارثية وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار جسيمة في المباني والممتلكات وتأتي هذه المشاركة استكمالاً للمشاركات والجهود الإنسانية المستمرة التي تقوم بها قوة دفاع البحرين في مد يد العون من خلال عمليات البحث والإنقاذ والحملات الإغاثية للدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر